السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم خوتي اخوتي في هذا الفيديو المهم سنشرح لكم اليوم كيفية تشطيب على المقاول الداتي كيفاش نشطب على المقاول الداتي بصفة نهائية اذا اول خطوة سندخلها هو سندخل الموقع الرسمي المقاول الداتي من بعد سندخل دخول بالمعلومات ديانة سندخل دخول الحساب الخاص بنا من اللي سندخل سنزل الاسفل و سنضغط على دمون دي وضخ غادياسيون من بعد سنعطينا هنا سنعطينا نملؤ هنا الموتيف دو غادياسيون يعني السبب دي التشطيب وهنايا سندخل الاسباب سنوضح الاسباب سنعطي الموتيف دو غادياسيون سنوضح السبب هنا سنغير اللغة العربية كما كتلاحظوا هنا كي قلنا غادي تملأ هاد الخانات غادي تملأ هاد الخانات ويجيب ملء هذه الاستمارة كما تلاحظون بعد طلب تسجيل بعد تسجيل طلبك تحتاج إلى طيب تباعة نموذج الشطب والتوقيع عليه وإداعه لدى وكالاتك المهم غادي نديرو هنا السبب دي التشطيب إما سيساسيون ولا شانجمون ولا شانجمون دو فرم جوريديك أي هنا إما التوقف مثلا السيساسيون داكتيفيتي مثلا توقف عن النشاط ولا شانجمون دو فرم جوريديك أي تغيير السيغة القانونية هنا مثلا غادي نختار توقف عن النشاط أو غادي نختار شانجمون دو فرم جوريديك غادي نختار هذه مثلا وغادي نوضح السبب هنا غادي نكتم أريدو التشطيب وإما هنا كتذكر السبب ديالك لأنني أريدو تغيير الصيغة القانونية تغيير الصيغة القانونية أو مثلا كتختار لولا تساسيون وكتدير أريدو التشطيب تشطيب لأن لأنني توقفت عن موزا ولت النشاط ولت موزا ولت النشاط تساسيون تساسيون من بعد تدير حفظ الطلب حفظ الطلب من بعد تأمبرمي هذا لودوموند هذا تأمبرمي تدير المكتبة أو من الأفضل من الأول لما كانش عندك الوقت ولا شي حاجة من الأفضل كتمشي تأمبرمي من الأول كتمشي عفوا كتمشي المكتبة وتقول لي هم بغيت ندير طلب تشطيب وكتأمبرمي هما كيتأمبرمي هما هما كيتكلف لك إذن كيفما كتلاحظوا هذا هو المطبوع هذا هو المطبوع أو لا الورقة ديال الورقة ديال طلب تشطيب من بعد شنو كتدير كتطبعة الورقة كما قلتكم كتطبعة الورقة وكتديها معاك للباريد ولا كتديها معاك الوكالة البنكية اللي فتحتي فيها أول مرة المقاوي داتي وما الأفضل اديها للباريد مهم من لكتديها الباريد كيكاشيو عليها كيكاشيو عليها ومن بعد كتدي النسخة من هاد الورقة هذي كتديها المديرية الإقليمية الدرائب أي كتديها الدار الضاربة للمدينة ديالك ولكن قبل كتكتب واحد طالب خطي فيه التاريخ ديال داك النهار والمعلومات الشخصية وكتكتب أنك الطالب تشطيب على المقاوي داتي وكتذكر السبب وكتمضي التحت وكتدفعها مع نسخة من هاد من هاد الورقة اللي طبعته في المكتابة من ليكتدفعها كيعطيك واحد الروسي أنك فعلا بغيت تدير تشطيب على المقاوي الداتي ولكن قبل ما تدير تشطيب هذا خاصك تكون مخلص كل شي أي باشي تقبل طالب ديالك خاصك تكون مخلص كل شي أي أنهما كيتسالوك ويمكن لك تدير تتبع للطالب ديالك من الموقع الرسمي المقاوي الداتي أي باشك تعرف واش فعلا الغو ولا دارو تشطيب على المقاوي الداتي بصفة نهائية ولا باقي قيد المراجعة هنا غدين طرحوا واحد سؤال واش يمكن لك تفتح المقاوي الداتي مرة أخرى السؤال هو يمكن لك تفتح المقاوي الداتي مرة أخرى ما كانش مشكل والشرط الشرط الوحيد هو ما تكونش عندك شي فوق مجريدك وحدة أخرى أي ما تكونش ما يكونش عندك شي صيغة قانونية وحدة أخرى إذن إخوان أخوات كنتمنى أن نكونوا قد أزلنا اللبس عن هذا الموضوع كنتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته